طجها رئيس عبدالفتاح السيسي بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التدعيات الاقتصادية العالمية على المواطنة المصرية وخلال استقباله الفريق مهوزي موسيفيني قائد القوات البرية الأغندية أكد الرئيس السيسي أن التاريخ والتجربة أثبت أن مصار التعاون والبناء والتنمية دائما ما يمهد طريق إلى النباح والإزدهار وخلال استقباله الكاردينال مارا بوتروس الرعي باتريارك أنطقيا وسير المشرق للموارنة أكد رئيس السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الواطدة بين مصر ولبنان على المستويعين الرسمي والشعبي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق مهوزي موسيفيني قائد القوات البرية الأغندية وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى ملحق الدفاع الأغندي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن قائد القوات البرية الأغندية نقل تحيات وتقدير الرئيس الأغندي ياري موسيفيني للسيد الرئيس مشيدا بعمق وتميز العلاقات بين الدولتين وما يجمعهما من روابط تاريخية ممتدة ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة خاصة في المجال العسكري والأمني ومعربا عن تقدير أغندا للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في العديد من المجالات التنموية خاصة في ظل دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته لرئيس الأغندي ياري موسيفيني مشيدا سيادته بأواصر الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين وتطلع مصر لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة مع أغندا في مختلف المجالات ومؤكدا أن التاريخ والتجربة أثبتا أن مسار التعاون والبناء والتنمية دائما ما يمهد الطريقة إلى النجاح والازدهار بخلاف مسار الأزمات والمشاكل الذي يهدر موارد الأمم ويستهلك طاقتها مشيرا سيادته إلى الإمكانات الهائلة للتعاون المشترك التي تتمتع بها دول حوض النيل وإفريقيا بوجه عام حيث طالما مسل هذا النهج الإطار الحاكم لسياسة مصر في التعامل مع عمقها الإفريقي وهو ما تجسد خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وكذا في تفاعلها مع كافة الشركاء الدوليين للقارة كما رحب السيد الرئيس بجهود دعم التعاون العسكري بين البلدين خاصة ما يتعلق بمشاركة الجانب الأغندي في الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل وزارة الدفاع المصرية وشيدا سيادته في هذا الإطار بما يجمع البلدين من تاريخ مشترك في الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية والسعي لتحقيق مصالحها وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقة السنائية في عدد من مجالات التعاون المشترك بالإضافة إلى التباحث بخصوص تكسيف أليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القرية في ضوء تطلع مصر لتعظيم المكاسب المشتركة لدول القرى خاصة دول حوض النيل استنادا إلى الإرث التاريخي والروابط المشتركة التي تجمع بينها كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاردينال مار بوتروس الرعي بطريارك أنتاكيا وسائر المشرق للمواردة وذلك بحضور سفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فان السيد الرئيس رحب بالكاردينال مار بوتروس في بلده الثاني مصر مؤكدا سيادته لاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه ومثمنا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره من جانبه أعرب الكاردينال مار بوتروس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة ومعربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات وكذلك كركزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية وسيد نيفين القبهج وزيرة التضامن الاجتماعي وسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة الاجتماع تناول استرادة مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 وقد وجه السيد الرئيس الحكومة في هذا الإطار بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف أثار التدعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري أوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز المؤشرات الهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023 والتي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من النتج المحلي والاستمرار في تحقيق فائد أولي قدره 1.5% من النتج المحلي وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى النتج المحلي إلى حوالي 80.5% إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه وكذا زيادة المصرفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار و400 مليار جنيه لبند الأجور و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية خاصة ما يتعلق بنظام الفطورة الإلكترونية وميكانة وتطوير الإجراءات الضريبية فضلا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة التي قامت بدورها بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجار استكبال إجراءات تسجيلهم كما تم عرض معدلات نمو في الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث زادت أعداد المسجلين بنسبة 106% من يونيو 2018 إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60% بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة والتي ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضي وكذا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب والتي فحصت ما يزيد عن 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5.5 مليار جنيها وقد اطلع السيد الرئيس على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل والتي تمثلت أبرزها في الأسلحات المتعلقة بتنشيط البرصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبرصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبداليها بدريبة قطعية على عائد الوسائق وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإصالات الإلكترونية مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتباراً من 2023 فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتي ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغر وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافع الدرائب على اختلاف أنواعيها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية كما اطلع السيد الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى تاريخه مع رفضي أكثر من ألفين طلب للتسجيل لمخالفة اللوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد